اشتركوا في القناة السعودية تهدف الى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 208 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 مع اعتماد الاقتصاد الدائري الكربوني على اساس صفر نفايات سيساعد في الوصول الى الهدف ستنضم المملكة ايضا الى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030 كجزء من التزامها بتقديم مستقبل انظف واكثر اخضرارا وقال ولي العهد ان المملكة ستزرع 405 مليون شجرة وتعيد تأهيل 8 ملايين هكتار من الاراضي المتدهورة بحلول عام 2030 مما يقلل 200 مليون طن من انبعاثات الكربوني مع مبادرات اضافية سيتم الاعلان عنها في السنوات القادمة لتوسيع نطاق حمايتها للبيئات البرية والبحرية والساحلية اعلن ولي العهد ان المملكة العربية السعودية تنضم الى التحالف العالمي للمحيطات وتأسيس مؤسسة استكشاف المحيطات والاعلان عن عدد من المبادرات بما في ذلك المركز العالمي للاستدامة السياحية واضاف ان هذه المجموعة الاولى من المبادرات تمثل اكثر من 700 مليار ريال سعود تساهم في نمو الاقتصاد الاخضر وقال ولي العهد ستوفر المبادرة السعودية الخضراء فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص وفرص عمل جيدة للجيل القادم من القادة في المملكة وتعزز العلاقات الدولية التي سيكون لها تأثير ايجابي على المنطقة والعالمين